هم نسمع كتير قوي عن لعبات مصريات موجودين دلوقتي في أوروبا هل بيبقوا خارجين من هنا ولا هم اللي عندهم بس الجديد؟ لهم بيبقى نسبة 70-80% رايحين على الدراسة يعني هم بيكملوا تعليمهم بره ومن خلال بره بيروحوا أندية وبيختبروا في أندية وينجحوا في بعض الأندية وفي ناس بيتكمل وفي ناس بتبقى تخلص الجامعة بتاعتها وبترجع يعني بتبقى مرحلة إنما ما بيروحش احتراف مباشر يا مش النادي الفلاني بتلقوا من نادي الفلاني اللي في مصر أنا عايزه لأ دي ما حصلتش إنما يمكن لعيبة واحدة بس اسمعها لي راحت رايه بالزبط في البرتغال كانت لسه معي من كم يوم عبرز بنت هيلة وبرسعيد قد ولينا كنت بتكلم فيه من الأقليم مش لازم وهي ما شاء الله لعيبة مميزة وإن شاء الله نتمنى لها النجاح والتوفيق هناك من الدور المصري هتلاقي فيه ناس ممكن بعد ما تزاع الموتشاط هتلاقي فيه عروض لبعض اللعيبات إحنا ما كانش حد يعرف عن الدوري بمصري حاجة إنما كانش فيه اهتمام إعلامي صح فدلوقتي ممكن اللعيبة تقطع الموتشاط بتاعتها وتعمل فيديوهات وتعمل هو ده رواج إن نقدر نشتغل عليه هل ده فرق أنا فاكر مرة كان معي أكتر من بنت من فريق ودي دجلة فإنما كان لسه كسبانية دوري آخر الموسم اللي فات بتكلموني على فكرة المستحقات والفلوس والعقود ما فيش الكلام ده خالص عند كرة القدم اللساء ما بياخدوش فلوس تقريبا لا دلوقتي الموضوع اختلف دلوقتي اختلف جدا ده اختلف وعلشان كده أنا بقول عشان المتاح مش كتير من اللعيبات فاللعيب اللي هتلاقيها كويسة دلوقتي بتطلب مبالغ عنا فيه لعيبة دلوقتي وصلت لسبعمائة ألف ومليون ياه أما ليه وعقود شهرية وعقد ومسجل وأغلب الأندية دلوقتي بتعمل عقود أغلب الأندية دلوقتي لقى فيه حصر رواج رهيب ونقلة في النواحي المالية كمان بقت يعني أنا مصدوم منها مصدوم ولا مدية ولا مبسوط والله هي أسلح زوح الدين هو طبعا خير للبنات طبعا أكيد يعني مش هو بقواقف ضده إنما ما وفي الأندية مش هتقدر تدفع فاللي هيتعرض عليها من نادي قادر ماديا الأندية دي مش هتبقى موجودة بعد كده فكده هيبقى القوة كلها في ناديين ثلاثة أربعة اللي معهم القوة المالية اشتركوا في القناة